اشتركوا في القناة Hello everyone, today, the dish for today is the chicken breast healthy and easy and fast and colorful, all nutrition are present in it So, جميع الالوان في الطبق وملئ بجميع المواد الغذائية موجودة فيه لنبدأ تحضير هذا الطبق So, let's get started عندنا الدجاج الدجاج منقوع في النقاطه أربع ساعات في هذا النقيع نقيع الليمون موجود فيه الليمون الحامض والتوم والقصبرة وزيت الزيتون وعملت سلاش للدجاج شق لتفاعل المكونات عندي في الخضار البروكوري وقطع البطاطس صغيرة حتى صغيرة شبت بطاطس و بروكوري شروبز وعندي هنا الثايم زعتر زعتر يابس ورنز روس مرين و شلي و و و الوصف الو effort المط manque الموشف سنبدأ بوضع قليل من زيت سيتون سأضغط زيت سيتون على الدجاج سأضغط زيت سيتون على زيت سيتون على زيت سيتون على زيت سيتون سيتون على زيت سيتون على زيت سيتون على زيت سيتون زيت سيتون مهمة وفي سينية في سينية هكلا سنبدأ طريقة سهلة سأبدأ في وضع الخضار سأبدأ ب سأحط هذا الزيت وهو زيت الكوكو هذا سأضع منه قليل على الثانية سأبدأ بوضع سأبدأ بوضع الخضار سأبدأ بوضع الخضار والبروكولي خطاة صغيرة من البروكولي والبطاطس سأبدأ بوضع الخضار سأبدأ بوضع خضار خطاة بوضع الخضار خطاة بوضع الخضار شوبت بوتيتوس والآن سنضع فقط البابريكا سنضع هكذا وبعدها سنضع قطع الدجاج في الوسط قطع الدجاج لعليل مكان هكذا قطع الدجاج قطع الفلفل تشيلي صففنا الطباق والصدور صففتها روسماري قطع المنقوح حطه على كل المواد توم وملقوع فيها التوم والقصفرة وزيت زيتون وها هو الطباق صففتها وبعدها سأحط الزاتر ودخله ودخله إلى الفرن على درجة حرارة مئوية مئتين درجة لمدة 40 دقيقة لكي لا أنسى حطر قليل من البشتو سأحطر قليل من وعطر قليل من بعض نسي TYPEPER بس شوي قبصة ودخله لفرن على درجة حرارة درجة يعني درجة درجة ابقوا معي للمرحلة الثانية أرجعت بالطبق اكتفى باربعين دقيقة للطهي this is how it look like the chicken breast baked and it smells so nice وائحة جميلة وها فيها so juicy وأتمنى هذا الطبق روحكم لصدور الججاج it's incredibly easy it's all the nutrition presence and so yeah that's it أرجعكم فيديو دروا لي جام وفرقوا بناتكم ونزيينتوا بالحباق وليمون حمد I decorated with basil and slice of lemon and cilantro and rosemary so thank you for watching and bye والسلامة وفيديو ترجمة نانسي قنقر